ستوريتل تقدم أنبياء الله تأليف أحمد بهجة بصوت محمد غنايم إهداء إلى الروح الأمين جبريل عليه السلام لو أنه تكرم وسمح أن أضع خدي على التراب وأبكي حتى ينبت العشب من دموعي فسوف أهدي الكتاب إليه إيمانا بالغيب وخشوحا للجلال واعترافا بفضله على البشر بوصفه رسول رب العالمين إلى الأنبياء مع اعتذار عميق وخوف مشفق لجرأة الطين الخاضئ على مجرد التوجه إليه بالحديث فضلا عن الإحداء آدم عليه السلام كل قصة في الدنيا لها مكان وزمان ومعظم القصص بطلها إنسان وتبدأ القصص عادة بأن تقول كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان تختلف القصة التي سنحكيها الآن لأن قصتنا تبدأ قبل أن يخلق الإنسان وقبل أن يوجد الزمان والمكان في يوم بعيد بعيد في البداية الأولى كان الله لا شيء مع الله ولا شيء سوى الله له وحده السلام والجلال وله وحده الكبرياء والجمال لم يكن هذا الكون الذي نعيش فيه ونعرفه بأرضه وقمره وشمسه ونجومه لم يكن هناك غير الله وهو نور يستحيل على العقل أن يتصوره أو يحيط به مثلما يستحيل أن ننقل البحر العظيم إلى حفرة صغيرة حفرها أحد الأطفال بجوار الشاطئ في يوم بعيد بعيد أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الكون أراد أن يخلق الأرض والشمس والقمر والنجوم أراد أن يخلق البحار والرياح والزهور والفراش والأسماك والطيور أراد أن يخلق كل شيء وعندما يريد الله شيئا فإنه يأمره بأن يوجد يقول له كن فيكون على الفور إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهكذا أمر الله السماوات والأرض وما بينهما أن تتكون أو تكون في ستة أيام فكانت في ستة أيام وهذه الأيام الستة من أيام الله وهي لا تشبه أيامنا التي نعيشها الآن على الأرض لأننا نحسب اليوم بدورة الأرض مرة حول نفسها أمام الشمس وقديما لم تكن هناك شمس ولا أرض والحساب إذن يختلف وطول اليوم يختلف ربما تكون بحسابنا الآن آلاف السنين أو ملايين القرون هذا غيب لا نعرف عنه إلا ما حدثنا به الله والغيب هو الشيء الذي يغيب عن عقلنا فلا ندركه وكل ما غاب عنا وحدثنا عنه الله فهو وحده الصدق ولقد حدثنا الله أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش خضع له كل شيء وقدسه كل شيء واحتاج إليه كل شيء والله هو الغني الذي لا يحتاج لأحد ويحتاج إليه كل أحد عاشت في السماء كائنات خلقها الله من نور وسماها الملائكة والملائكة جنود الله وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعاشت بين السماء والأرض مخلوقات خلقها الله من النار وسماها الجن والجن مخلوقات لا يراهم أحد وفيهم الطيب ومنهم الفاسد وعاشت على الأرض حيوانات هائلة كانت تفسد فيها وتحارب وتسفك الدماء وانصرفت مشيئة الله تعالى إلى خلق آدم قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ونظر الملائكة إلى الأرض فوجدوا أن المخلوقات التي تعيش عليها تفسد فيها وتسفك الدماء بينما الملائكة يسبحون بحمد الله ويقدسون له وتساءلت الملائكة على سبيل الاستفهام والرغبة في المعرفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وكان الملائكة بفطرتهم البريئة التي لا تتصور إلا الخير والنقاء يعتقدون أن التسبيح بحمد الله والتقديس له هما وحدهما الغاية المطلقة للوجود وهما وحدهما سبب الخلق وهذا السبب متحقق بوجودهم هم وسؤالهم يصور دهشتهم لأنهم لا يعتقدون أن هناك سبب آخر أو غاية أخرى للخلق ومعنى سؤالهم أنهم لا يعرفون حكمة الله وأسباب تحققها في الأشياء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لهم إني أعلم ماذا تعلمون أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لملائكته الكرام إنه يعلم حكمته من خلق آدم وهم لا يعلمونها ولن يكون آدم مثل الملائكة كل عمله أن يسبح بحمد الله ويقدس له سيكون آدم نوعا جديدا من المخلوقات وستحقق بوجوده حكمة عليا لا يدركها أحد غير الله حكمة المعرفة أصدر الله سبحانه وتعالى أمره للملائكة فقال أنه سيخلق بشرا من طين فإذا سواه ونفخ فيه من روحه فيجب على الملائكة أن تسجد له سجود تكريم لا سجود عبادة لأن سجود العبادة لله وحده وجمع الله سبحانه وتعالى قبضة من تراب الأرض فيها الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ولهذا يجيء الناس ألوانا مختلفة ومزج الله تعالى التراب بالماء فصار كالصلصال ثم خلق آدم ونفخ فيه من روحه وتحرك جسد آدم وثبت فيه الحياة وصار إنسانا يتنفس فتح آدم عينيه فرأى الملائكة كلهم ساجدين له ما عدا واحدا يقف هناك لم يكن آدم قد عرف أي نوع من المخلوقات هذا الذي لم يسجد له لم يكن يعرف اسمه قال الله تعالى مخاطبا للمخلوق الذي رفض أن يسجد يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي رد إبليس بصوت خافت أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله تعالى لإبليس فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وخرج إبليس مطرودا من رحمة الله وهو يهدد آدم ويتوعده بأنه سيغويه كان آدم يتابع ما يحدث حوله ويحس بالحب والرهبة والدهشة حب عميق لله الذي خلقه وكرمه وأسجد له الملائكة ورهبة من غضب الخالق حين طرد إبليس من رحمته ودهشة من هذا المخلوق الذي يكرهه ويتصور أنه أفضل منه ويتمنى له الضرر ومنذ اللحظات الأولى للميلاد أدرك آدم أن إبليس عدو وإبليس كان من الجن ثم فسد وعصى أمر الله وكان يقف مع الملائكة حين صدر إليهم الأمر بالسجود لآدم فلم يسجد أدرك آدم أن إبليس رمز الشر كما أدرك أن الملائكة هم رمز الخير أما هو نفسه فلم يكن يعرف نفسه حتى تلك اللحظة ثم أطلعه الله سبحانه وتعالى على حقيقته وحكمة خلقه وسر تكريمه وعلم آدم الأسماء كلها علم الله سبحانه وتعالى آدم أن يسمي الأشياء أعطاه سر القدرة على أن يرمز للأشياء بأسماء هذا عصفور وهذا نجم وهذه شجرة وهذا جبل وهذا طائر وهذا هدهد وهذه ذرة إلى آخر الأسماء وتعلم آدم الأسماء كلها والأسماء هنا هي العلم هي المعرفة وهذه هي الغاية من خلق آدم وهي السبب في تكريمه بعد أن تعلم آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء عرض الله هذه الأشياء على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ونظر الملائكة فيما عرض الله عليهم فلم يعرفوا أسماءه واعترفوا لله بعجزهم على تسمية الأشياء أو استخدام الرمز في التعبير عنها قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال تعالى لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم وحدثهم آدم عن كل الأشياء التي عرضها الله عليهم ولم يعرفوا أسماءها هو المخلوق الذي يعرف وهذا أشرف شيء فيه قدرته على التعلم والمعرفة كان آدم يعرف أسماء كل شيء وكان يتحدث أحيانا مع الملائكة ولكن الملائكة كانوا مشغولين عنه بعبادة الله ولهذا كان آدم يحس بالوحدة ونام آدم يوما فلما استيقظ وجد عند رأسه امرأة تحدق في وجهه بعينين جميلتين ورحيمتين وربما دار بينهما هذا الحوار قال لها آدم لم تكن هنا قبل أن أنام قالت نعم قال جئت أثناء نومي إذن قالت نعم قال من أين جئت قالت جئت من نفسك خلقني الله من صدرك وأنت نائم ألا تريد أن تستعيدني إلى صدرك وأنت مستيقظ قال آدم لماذا خلقك الله قالت حواء لتسكن إلي قال آدم حمدا لله كنت أحس بالوحدة سألته الملائكة عن اسمها قال إن اسمها حواء سألوه لماذا سميتها حواء يا آدم قال آدم لأنها خلقت مني وأنا إنسان حي وأمر الله آدم أن يسكن هو وزوجته الجنة ودخل آدم مع حواء الجنة وهناك عاش أجمل أيام عرفاها في حياتهما وهناك أيضا مر بأقسى تجربة كانت حياة آدم وحواء في الجنة شيئا يشبه الحلم الجميل الملون وعندما نريد شيئا في الحلم نريده أن يتحقق وفي الجنة تتحقق كل الأحلام حتى المستحيلة لا تكاد تتمنى شيئا في الجنة حتى تجده أمامك الطعام والشراب والمسكن والراحة الحب والهدوء والسلام والطمانينة لون الأشياء جميل وشفاف ورائحة العطر تملأ الجو حولك وعرف آدم معنى السعادة الداخلية حين صار ما حواء في الجنة لم يعد يحس بالوحدة وكان يتحدث مع حواء كثيرة وكان يلعبان ويسيران ويستمعان لغناء العصافير وتسبيح الأنهار وموسيقى الوجود البكر قبل أن يعرف الوجود معنى الأحزان والآلام وكان الله قد سمح لهما بأن يتقرب من كل شيء وأن يستمتع بكل شيء ما عدا شجرة واحدة ربما كانت شجرة الألم قال الله لهما قبل دخول الجنة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وفهم آدم وحواء أنهما ممنوعان من الأكل من هذه الشجرة غير أن آدم إنسان والإنسان ينسى وقلبه يتقلب وعزمه يضعف واستغل إبليس إنسانية آدم وجمع كل حقده في صدره وراح يوسوس إليه يوما بعد يوم هل تعرف لماذا أمرك الله أن تبتعد عن هذه الشجرة يا آدم هذه شجرة الخلود لو أكلت منها فلن تموت ستصير ملاكا لو أكلت منها أنت وحواء ومرت الأيام وآدم وحواء مشغولان بالتفكير في هذه الشجرة ثم قرر يوما أن يأكلا منها نسيا أن إبليس عدوهما القديم ومد آدم يده إلى الشجرة وقطف منها إحدى الثمار وقدمها لحواء وأكل الإثنان من الشجرة المحرمة لم يكن آدم ينتهي من الأكل حتى أحس أن صدره ينقبض أحس الألم والحزن والخجل فجأة تغير الجو حوله وسكتت الموسيقى العذبة التي كانت تنبعث من داخله اكتشف أنه عار وأن زوجته عارية اكتشف أنه رجل وأنها امرأة وبدأ هو وزوجته يقطعان أوراق الشجر لكي يغطي بها كل واحد منهما جسده العاري وأصدر الله أمره بالهبوط من الجنة وهبط آدم وحواء إلى الأرض خرجا من الجنة كان آدم حزينا وكانت حواء لا تكف عن البكاء وكانت توبتهما صادقة فتقبل الله منهما التوبة وأخبرهما الله أن الأرض هي مكانهما الأصلي يعيشان فيها ويموتان عليها ويخرجان منها يوم البعث وبدأت الحياة على الأرض تراب وشقاء وتعب عرف آدم أنه ودع الراحة والنعيم حين خرج من الجنة هنا في الأرض كان عليه أن يبني بيتا يقيه من الحر والبرد والمطر وكان عليه أن يزرع النبات ليأكل وكان عليه أن يحمي نفسه بالمنابس والأسلحة ويحمي زوجته وأطفاله من الحيوانات والوحوش التي تعيش في الأرض وكان عليه قبل هذا كله وبعده أن يستمر في صراعه مع إبليس إن إبليس هو السبب في خروجه من الجنة وهو في الأرض يوسوس له ولأولاده بالعصيان والمعركة بين الخير والشر لا تتوقف ومن يتبع هدى الله فلا خوف عليه ولا يحزن ومن يعص الله ويتبع إبليس الذي خلق من النار فهو معه في النار فهم آدم هذا كله مع الشقاء الذي بدأت به حياته على الأرض الشيء الوحيد الذي كان يخفف من حزنه أنه قد جاء سلطانا عليها وعليها أن يخضعها ويستعمرها ويصرعها ويبنيها ويعمرها وينجب فيها أطفال طيبين يغيرون شكل الحياة ويجعلونها أفضل والأرض امتحان لنفس الإنسان وكل واحد فينا يحب أن ينجح في الامتحان مرت سنوات وجاء على الأرض ليل هبت الرياح بعنف وارتعشت أوراق الشجرة العجوز التي غرسها آدم ومالت أغصانها على بحيرة بجوارها حتى لمست الثمار مياه البحيرة وحين اعتدلت الشجرة بعد امرور الرياح راحت المياه تتساقط من بين فروعها وبدأت الشجرة من البعد كما لو كان شعرها محلولا وهي تنكفئ على الماء وتبكي كانت الشجرة حزينة وكانت أغصانها ترتعش وفي السماء كانت النجوم ترتعش أما القمر فكان يطل بوجهه الفضي على الأرض في ثبات كان القمر يحس أن شيئا عظيما يقع في الأرض لكنه كان يجهل هذا الشيء وأمر القمر أشاعته أن تسرع إلى الأرض وتأتيه بالخبر وأسرعت الأشاعة إلى الأرض فأضاءت الجبل والأنهار والبحار والسهول ودهشت الأشاعة لأن كل هذه المخلوقات كانت تنكفئ على نفسها وتبكي وتسللت أشاعة القمر إلى حجرة آدم وحاولت أن تعرف السر في حزن الكائنات سقطت الأشاعة على وجه آدم وكان أكثر شحوبا ونبلا من وجه القمر وعرف القمر أن آدم يموت الحجرة بسيطة حجرة آدم على فراش من أغصان الشجر والورد يرقد آدم بلحيته البيضاء ووجهه الطيب أبناؤه جميعا يقفون حوله في انتظار وصيته وتحدث آدم فأفهم أبناءه أن هناك سفينة واحدة لنجاة الإنسان وسلاحا واحدا لانتصاره هذه السفينة هي هدى الله وهذا السلاح هو كلمات الله طمعن آدم أبناءه بأن الله لن يترك الإنسان وحده على الأرض إنما سيرسل أنبياءه لهدايته وإنقاذه وسيختلف الأنبياء في الأسماء والمعجزات والصفات ولكنهم سيجتمعون على شيء واحد الدعوة إلى عبادة الله وحده وتلك كانت وصية آدم لأبنائه انتهى آدم من وصيته وأغمض عينيه شاهد الملائكة يحيطون به ويحيونه وتعرف بينهم على ملك الموت وابتسم قلبه للسلام العميق وهبت على روحه رائعة أزهار الجنة نوح عليه السلام مات آدم ومرت سنوات قبل أن يولد نوح عاش خمسة رجال صالحين من أجداد قوم نوح عاشوا زمنا ثم ماتوا كانت أسماء الرجال الخمس هي ود سواع يغوث يعوق نسر بعد موتهم صنع الناس لهم تماثيل لكي يذكروهم دائما ومضى الوقت ومات الذين نحتوا التماثيل وجاء أبناؤهم ومات الأبناء وجاء أبناء الأبناء ولم يعرف هؤلاء لماذا صنعت هذه التماثيل واستغل إبليس الفرصة وخدع الناس وأقنعهم بأن هذه تماثيل آلهة وبدأ الناس يعبدون هذه التماثيل وحين ترك الناس عبادة الله إلى عبادة الأصنام انهزمت كل الأشياء الجميلة في الدنيا وصار القبح سيدا في الحياة وتحول الوجود إلى جحيم لا يطاق وهذا ما يحدث دائما عندما يعبد الناس غير الله سواء كان المعبود صنما من الحجارة أو عجلا من الذهب أو حاكما من الناس وفي هذا الجو أرسل الله سيدنا نوحا إلى قومه لهدايتهم كان نوح إنسانا عظيمة لم يكن ملكا في قومه لم يكن أغنى واحدا فيهم لم يكن رئيسا عليهم ولكنه كان أعظم إنسان في عصره وليست العظمة هي الملك أو الغنى أو الرياسة إنما توجد العظمة في نقاء القلب وطهارة الضمير وقيمة الأفكار التي يحملها العقل وهناك سبب آخر لعظمة نوح كان إذا استيقظ أو نام أو شرب أو أكل أو لبس ملابسه أو خرج أو دخل يشكر الله ويحمده ويذكر نعمته عليه ويعاود الشكر ولهذا قال الله تعالى عن نوح إنه كان عبدا شكورا اختار الله عبده الشاكر وأرسله نبيا على قومه وخرج نوح على قومه وبدأ دعوته أعبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم شرح نوح لقومه أنه يستحيل أن يكون هناك إله غير الله هو الخالق أفهمهم أن الشيطان قد خدعهم زمنا طويلة وأن الوقت قد جاء ليتوقف عن الخداع حدثهم نوح عن تكريم الله للإنسان كيف خلقه ومنحه الرزق وأعطاه نعمة العقل وليست عبادة الأصنام غير ظلم خانق للعقل استمع الناس إليه في صمت كان كلامه صدمة لركودهم مثلما تجيء إلى إنسان نائم تحت جدار يتهيأ للسقوط وتهزه فجأة لتوقظه ربما فزع هذا الإنسان وخضب رغم أنك تهدف إلى إنقاذه كانت روح الشر الموجودة في الأرض تسمع هي الأخرى وتحس بالخوف إن عرش الكراهية مهدد بهذا الحب الذي يحمله كلام النبي تحرك قوم نوح في اتجاهين بعد دعوته لمست الدعوة قلوب الضعفاء والفقراء والبؤساء وانحنت على جراحهم وآلامهم بالرحمة أما الأغنياء والأقوياء والكبراء والحكام فقد تأملوا الدعوة بعين الشك البارد ولما كانوا يستفيدون من بقاء الأوضاع على ما هي عليه فقد بدأوا حربهم ضد نوح في البداية اتهموا نوحا بأنه بشر فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا والواقع أن نوحا لم يقل غير ذلك وأكد أنه مجرد بشر والله يرسل إلى الأرض رسولا من البشر لأن الأرض يسكنها البشر ولو كانت الأرض تسكنها الملائكة لأرسل الله رسولا من الملائكة استمرت الحرب بين الكافرين ونوح هاجموه في أتباعه حين قالوا له لا يتبعك غير الفقراء والضعفاء والأرذال قال لهم نوح لقد آمنوا بالله والله أعلم بما في أنفسهم ولجأ الذين كفروا إلى المساواة قالوا لنوح اسمعي نوح إذا أردت أن نؤمن لك فاطرد الذين آمنوا بك إنهم فقراء وضعفاء ونحن سادة القوم وأغنياؤهم ويستحيل أن تضمنا دعوة واحدة مع هؤلاء واستمع نوح إلى كفار قومه وأدرك أنهم يعاندون وبرغم ذلك كان طيبا في رده أفهم قومه أنه لا يستطيع أن يطرد المؤمنين لأنهم أولا ليسوا ضيوفه إنما هم ضيوف الله وليست الرحمة بيته الذي يدخل فيه من يشاء أو يطرد منه من يشاء إنما الرحمة بيت الله الذي يستقبل فيه من يشاء واستمرت المعركة وطالت المناقشة بين الكافرين من قوم نوح وبينه حتى انهارت كل حجج الكافرين ولم يعد لديهم ما يقال فبدأوا يخرجون عن حدود الأدب ويشتمون نوح قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين ورد عليهم نوح بأدب الأنبياء العظيم قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون اجتهد نوح في دعوة قومه إلى الله ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وعاما بعد عام ومرت سنوات ونوح يدعو قومه كان يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهرا يضرب لهم الأمثال ويشرح لهم الآيات ويبين لهم قدرة الله في الكائنات وكلما دعاهم إلى الله فروا منه وكلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكبروا عن سماع الحق استمر نوح يدعو قومه إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما وكان يلاحظ أن عدد المؤمنين لا يزيد بينما يزيد عدد الكافرين وحزن نوح غير أنه لم يفقد الأمل وظل يدعو قومه ويجادلهم وظل قومه على الكبرياء والكفر والتبجح وحزن نوح على قومه لكنه لم يبلغ درجة اليأس وكان قد مضى عليه تسعماء وخمسون سنة وهو يدعوهم إلى الله ويبدو أن أعمار الناس قبل الطوفان كانت طويلة وربما كان هذا العمر الطويل لنوح معجزة خاصة له وجاء يوم وأوحى الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أوحى الله إليه أن لا يحزن عليهم ساعتها دعا نوح على الكافرين بالهلاك واستجاب الله لدعوة نبيه وأمره أن يصنع سفينة عظيمة أمر الله نوحا أن يزرع شجرا ليعمل منه السفينة فغرسه وانتظر سنوات ثم قطعه وبدأ نجارته في سنوات كانت سفينة عظيمة الطول والارتفاع وكانت من ثلاث طبقات السفلة للحيوانات والوحوش والوسطى للناس والعليا للطيور وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها وكان نوح يصنعها طبقا لتوجيهات الله سبحانه وتعالى وتعليمه وإرشاده وكان الكفار يمرون عليه فيرونه منهمكا في صنع السفينة وكان الجفاف سائدا فترة طويلة لم تكن هناك أنهار قريبة أو بحار ويسأله الكفار هل ستجري سفينتك على الأرض يا نوح أين الماء الذي ستسبح فيه السفينة ثم ينفجرون بالضحك ويتهمونه بالجنون وانتهى صنع السفينة وخرج الماء من الفرن الكائن في بيت نوح وكانت هذه علامة على اقتراب الطوفان وحمل نوح في السفينة من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين بقرة وثور فيلا وفيلة أسدا ولبؤة عصفورا وعصفورة حمامة وزوجها إلى آخر المخلوقات وكان نوح قد صنع أقفاصا للوحوش وهو يصنع السفينة بعد أن صعدت الحيوانات والطيور والوحوش صعد أهل نوح من المؤمنين لم تكن زوجته مؤمنا فلم تصعد ولم يكن أحد أبنائه مؤمنا فلم يصعد دخل السفينة من آمن من قومه وكان عدد المؤمنين قليل وقال نوح اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بدأ الطوفان بأن نبع من فتحات الأرض لم تبقى هناك فتحة في الأرض إلا خرج منها الماء راح ينهمر من السماء بكميات هائلة لم ترى الأرض قبلها ولن ترى بعدها مثلها وراحت المياه تسقط من السماء وتخرج من الأرض وترتفع ساعة بعد ساعة ونادى نوح ابنه وكان قد رفض الإيمان به وكان يقف بعيدا عنه يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين لم يدعه نوح إلى ركوب السفينة وهو كافر إنما دعاه إلى الإيمان بالله قبل أن يركب السفينة قال ابنه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وارتفعت موجة هائلة بينهما وهلك الولد غرق وبدأت غضبة الطوفان وارتفعت المياه أعلى من الناس ارتفعت أعلى من قمم الجبال وغطت سطح الأرض كله وجلس المؤمنون في سفينة نوح يصلون لله لم يبق على الأرض مخلوق حي أو عين تطرف إلا الأنواع التي ركبت سفينة نوح ومن الصعب اليوم أن نتصور هولى الطوفان أو عظمته كان شيئا رهيبا وعظيما يدل على قدرة الخالق وكانت السفينة تجري في موج كالجبال واستمر الطوفان زمنا لا نعرف مقداره ثم صدر الأمر الإلهي إلى السماء أن تكف عن البكاء وإلى الأرض أن تبتلع الماء وإلى أخشاب السفينة أن ترسوا على الجود وهو اسم مكان قديم وأرسل نوح الحمام لتستطلع الأمر فعادت وفي فمها غصن زيتون وفهم نوح أن الطوفان قد توقف وجاء السلام انتهى الطوفان وذهب الهول وتحركت في قلب الأب عواطف الأبوة كان أبوه حزينا لأن ابنه غرق قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين أراد نوح أن يقول لله إن ابنه من أهله وقد وعده الله بنجاة أهله قال الله سبحانه وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول للنبيه الكريم إن ابنه ليس من أهله لأنه لم يؤمن بالله وليس الدم هو الصلة بين الناس ابن النبي هو من يتبع الله والنبي هذا ابنه الحقيقي وليس ابنه الذي يلده من زوجته وعاتب الله نوحا لأنه لم يدرك ذلك واستغفر نوح ربه وتاب عليه ورحمه الله وأمره أن يهبط من السفينة وعليه سلام من الله وبركات هبط نوح من السفينة بعد أن أطلق صراح الطيور والوحوش وضع جبهته على الأرض وسجد لم تزل الأرض مبللة من الطوفان نهض نوح بعد صلاته وحفر الأساس لبناء معبد عظيم لله ثم أشعل النار وجلس مع قومه حولها كان إشعال النار ممنوعا في السفينة حتى لا تمتد النار إلى أخشاب السفينة فتحترق ولم يكن أحدهم قد أكل طعاما ساخنا طوال فترة الطوفان أخيرا أوقدوا النار وراحوا يشون عليها اللحم ويأكلون ويتحدثون ويضحكون ذهب الخوف أخيرا فارتفعت أصواتهم وعلت الضحكات وتلالأت الوجوه بالفرحة وقبل ذلك كانوا جميعا صامتين في السفينة طوال الفترة التي استغرقها الطوفان لم يكن هناك من يتكلم كانت عظمة الله التي تجلت في الطوفان قد سجنتهم جميعا داخل أنفسهم وعادت الحياة للأرض ومرت سنوات وأحس نوح أنه يموت وجمع أولاده حوله وأوصاهم بشيء واحد أن يعبد الله وحده هود عليه السلام ومرت سنوات وسنوات مات الآباء والأبناء وجاء أبناء الأبناء نسي الناس وصية نوح وعادت عبادة الأصنام انحرف الناس عن عبادة الله وحده وتم الأمر بالخدعة القديمة نفسها قال أحفاد قوم نوح لا نريد أن ننسى آباءنا الذين نجاهم الله من الطوفان وصنعوا للناجين تماثيل لتذكرهم بهم وتطور هذا التعظيم جيلا بعد جيل فإذا الأمر ينقلب إلى العبادة وإذا بالتماثيل تتحول بفضل الشيطان إلى آلهة مع الله وعادت الأرض تشكو من الظلام ثانية وأرسل الله سيدنا هودا إلى قومه كان هودا من قبيلة اسمها عاد وكانت هذه القبيلة تسكن مكانا يسمى الأحقاف وهو صحراء تمتلئ بجبال الرمل المائلة وتطل على البحر أما مساكنهم فكانت خياما كبيرة لها أعمدة شديدة الضخامة والارتفاع وكان قوم عاد أعظم أهل زمانهم في قوة الأجسام والطول والشدة كانوا عمالقة وأقوياء إلى الدرجة التي قالوا فيها كما حكى الله عنهم وقالوا من أشد منا قوة لم يكن في زمانهم أحد في قوتهم وبرغم ضخامة أجسامهم كانت لهم عقول مظلمة كانوا يعبدون الأصنام ويدافعون عنها ويحاربون من أجلها ويتهمون نبيهم ويسخرون منه قال لهم هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نفس الكلمة التي يقولها كل رسول لا تتغير ولا تنقص ولا تتردد ولا تخاف ولا تتراجع كلمة واحدة هي الشجاعة كلها وهي الحق وحده وسأله قومه هل تريد أن تكون سيدا علينا بدعوتك وأي أجر تريده أفهمهم هود أن أجره على الله إنه لا يريد منهم شيئا غير أن يغسلوا عقولهم في نور الحقيقة حدثهم عن نعم الله عليهم كيف جعلهم خلفاء من بعد نوح كيف أعطوهم بسطة في الجسم وشدة في البأس كيف أسكنهم الأرض التي تمنح الخير والزرع كيف أرسل عليه من المطر الذي يحيي به الأرض وتلفت قوم هود حولهم فوجدوا أنهم أقوى من على الأرض وأصابتهم الكبرياء وزادوا في العناد قالوا لي هود كيف تتهم آلهتنا التي وجدنا آباءنا يعبدونها قال هود كان آباءكم مخطئين قال قوم هود هل تقول يا هود أننا بعد أن نموت نصبح ترابا يتطير في الهواء سنعود إلى الحياة قال هود ستعودون يوم القيامة ويسأل الله كل واحد فيكم عما فعل قال قوم هود أليس غريبا أن يختار الله من بيننا بشرا ويوحي إليه تساءل هود ما هو الغريب في ذلك إن الله يحبكم ولهذا أرسلني إليكم لأحذركم إن سفينة نوح وقصة نوح ليستا بعيدتين عنكم لا تنسوا ما حدث لقد هلك الذين كفروا بالله وسيهلك الذين يكفرون بالله دائما مهما يكونوا أقوياء قال قوم هود ما الذي سيهلكنا يا هود قال هود الله قال الكافرون من قوم هود ستنجين آلهتنا وأفهمهم هود أن هذه الآلهة التي يعبدونها لتقربهم إلى الله هي نفسها التي تبعدهم عن الله أفهمهم أن الله وحده الذي ينجي الناس وأن أي قوة أخرى في الأرض لا تستطيع أن تضر أو تنفع واستمر الصراع بين هود وقومه وكلما استمر الصراع ومرت الأيام زاد قوم هود استكبارا وعنادا وطغيانا وتكذيبا لنبيهم وبدأوا يتهمون هود عليه السلام بأنه سفيه ومجنون قالوا له يوما لقد فهمنا الآن السر في جنونك إنك تسب آلهتنا وقد غضبت آلهتنا عليك وبساب غضبها صرت مجنون إننا نتحداك أن تهلكنا إننا ننتظر ما تقول نحن أقوى ناس على الأرض وأعلن هود لهم براءته منهم ومن آلهتهم توكل على الله الذي خلقه وأدرك أن العذاب واقع بمن كفر من قومه وهذا قانون من قوانين الحياة يعذب الله الذين كفروا مهما يكون أقوياء أو أغنياء أو جبابرة أو عمالقة انتظر هود وانتظر قومه وعد الله وبدأ الجفاف في الأرض لم تعد السماء وتمطر كانت الشمس تلهب رمال الصحراء وتبدو مثل قرص من النار يستقر على رؤوس الناس وهرع قوم هود إليه ما هذا الجفاف يا هود قال هود إن الله غاضب عليكم ولو آمنتم فسوف يرضى الله عنكم ويرسل المطر فيزيدكم قوة إلى قوتكم وسخر قوم هود منه وزادوا في العناد والسخرية والكفر وزاد الجفاف واصفرت الأشجار الخضراء ومات الزرع وجاء يوم فإذا سحاب عظيم يملأ السماء فرح قوم هود وخرجوا من بيوتهم يقولون هذا عارض من طرنا كانوا يظنون أن آلهتهم قد أرسلت إليهم الأمطار أخيرة بل هذا هو العذاب الذي كنتم تستعجلونني به ريح فيها عذاب أليم تغير الجو فجأة من الجفاف الشديد والحر إلى البرد الشديد القارص بدأت الرياح تهب ارتعش كل شيء ارتعشت الأشجار والنباتات والرجال والنساء والخيام ارتعش الجلد واللحم والعظام والنخاع واستمرت الرياح ليلة بعد ليلة ويوما بعد يوم كل ساعة كانت برودتها تزداد وبدأ قوم هود يفرون أسرعوا إلى الخيام واختبأوا داخلها اشتد هبوب الرياح واقتلعت الخيام واختبأوا تحت الأغضية فاشتد هبوب الرياح وتطايرت الأغضية كانت الرياح تمزق الملابس وتمزق الجلد وتنفذ من فتحات الجسم وتدمره لا تكاد الرياح تمس شيئا إلا قتلته ودمرته وامتصت قلبه وجعلته كالرميم استمرت الرياح مسلطة عليهم سبع ليال وثمانية أيام لم ترى الدنيا مثلها قط ثم توقفت الرياح بإذن ربها لم يعد باقيا من قوم هود إلا ما يبقى من النخل الميت مجرد خلاف خارجي لا تكاد تضع يدك عليه حتى يتطاير ذرات في الهواء نجى هود ومن آمن معه وهلك الجبابرة ونزل الستار على قوم هود صالح عليه السلام ومرت سنوات وسنوات ولد رجال ومات رجال وجاء بعد قوم عاد قوم ثمود وتكررت قصة العذاب بشكل مختلف مع ثمود كان الثمود قبيلة تعبد الأصنام هي الأخرى فأرسل الله سيدنا صالحا إلى قومه ثمود وقال صالح لقومه يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره نفس الكلمة التي يقولها كل نبي لا تتبدل ولا تتغير كما أن الحق لا يتبدل ولا يتغير فوجئ الكبار من قوم صالح بما يقول إنه يتهم آلهتهم بأنها بلا قيمة وهو ينهاهم عن عبادتها ويأمرهم بعبادة الله وحده وأحدثت دعوته هزة كبيرة في المجتمع وكان صالح معروف بالحكمة والنقاء والخير كان قومه يحترمونه قبل أن يوحي الله إليه ويرسله بالدعوة إليهم وقال قوم صالح له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب كان واضحا أن قومه لا يصدقونه كانوا يشكون في دعوته واعتقدوا أنه مسحور وطالبوه بمعجزة تثبت أنه رسول من الله إليهم وشاءت إرادة الله أن تستجيب لطلبهم وكان قوم ثمود ينحتون من الجبال بيوتا عظيمة كانوا يستخدمون الصخرة في البناء وكانوا أقوياء قد فتح الله عليهم رزقهم من كل شيء جاءوا بعد قوم عاد فزكنوا الأرض واستعمروها قال صالح لقومه حين طالبوه بمعجزة ليصدقوه ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية والآية هي المعجزة ويقال إن الناقة كانت معجزة لأن صخرة في الجبل شقت يوما وخرجت منها الناقة ولدت من غير الطريق المعروف للولادة ويقال إنها كانت معجزة لأنها كانت تشرب المياه الموجودة في الآبار في يوم فلا تقترب بقية الحيوانات من المياه في هذا اليوم وقيل إنها كانت معجزة لأنها كانت تدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا في اليوم الذي تشرب فيه الماء فلا يبقى منه شيئا للناس كانت هذه الناقة معجزة وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله ناقة الله أضافها لنفسه سبحانه بمعنى أنها ليست ناقة عادية وإنما هي معجزة من الله وأصدر الله أمره إلى صالح أن يأمر قومه بعدم المساس بالناقة أو إيذائها أو قتلها أمرهم أن يتركوها تأكل في أرض الله وأن لا يمسوها بسوء وحضرهم أنهم إذا مدوا أيديهم بالأذى للناقة فسوف يأخذهم عذاب قريب في البداية تعظمت دهشد ثمودة حين ولدت الناقة من صخور الجبل كانت ناقة مباركة كان لبنها يكفي آلاف الرجال والنساء والأطفال وكانت إذا نامت في موضع هجرته كل الحيوانات الأخرى كان واضح أنها ليست مجرد ناقة عادية وإنما هي آية من الله وعاشت الناقة بين قوم صالح آمن منهم من آمن وبقي أغلبهم في العناد والكفر وتحولت الكراهية من سيدنا صالح إلى الناقة المباركة تركزت عليها الكراهية وبدأت المؤامرة تنسج خيوطها ضد الناقة كره الكافرون هذه الآية العظيمة ودبروا في أنفسهم أمره سقط الليل على الجبل وجلس كبار القوم في ثمود يتحدثون داخل قصر منحوت في الجبل قال أحد الكافرين إذا جاء الحر جاءت الناقة إلى ظل الوادي البارد فتهرب منه المواش إلى الحر وقال كافر آخر وإذا جاء الشتاء بحثت الناقة عن أدفأ مكان واستراحت فيه فتهرب مواشين إلى البرد وتتعرض للمرض وقال كبير المتآمرين ليس هناك غير حل واحد إذن وتساءل الكفار عن هذا الحل قال كبير المتآمرين قتل الناقة ليس هناك حل غير قتل الناقة قال واحد من الجالسين حضرنا صالح من المساس بها قال إنه العذاب الأليم قال كبير المتآمرين نحن لا نصدق صالحة وبدأ التفكير في قتل الناقة اختاروا تسعة رجال من المجرمين الذين كانوا يفسدون في الأرض اختاروا أشد الرجال قسوة وأكثرهم غدرا وأعظمهم إجراما وكلفوهم بقتل الناقة اتفق على موعد الجريمة ومكان التنفيذ وازداد الظلام الصاقط على الجبال ظلمة وجاءت ليلة الجريمة الناقة المباركة تنام وهي تضم لصدرها طفلها الصغير كان الطفل يحس البرد ويستدفع بأمه انتهى المجرمون التسعة من إعداد أسلحتهم وسيوفهم وسهامهم وخرجوا في جوف الظلام كما تخرج الخيانة شرب زعيمهم كثيرا من الخمر حتى لم يعد يرى ما أمامه هجم الرجال التسعة على الناقة فنهضت الناقة ونخض طفلها مفزوعة امتدت الأيد الآثمة القاتلة إلى الناقة وسالت دماء الناقة قتل طفلها أيضا علم النبي صالح بما حدث فخرج غاضبا على قومه قال لهم أنا محذركم من أن تمسوا الناقة قالوا قتلناها فأتنا بالعذاب قال صالح لقومه تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكثوب بعدها غادر صالح قومه تركهم ومضى انتهى الأمر ووعده الله بهلاكهم بعد ثلاثة أيام كانت الناقة وهي تموت قد تنهد الثلاث مرات ومر الثلاثة أيام على الكافرين من قوم صالح وهم يهزأون من العذاب وانتظرون وفي فجر اليوم الرابع انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة انقضت الصيحة على الجبال فهلك فيها كل شيء حي سوى الله الجبال والقصور بالأرض وانهد كل شيء هي صرخة واحدة لم يكد أولها يبدأ وآخرها يجيء حتى كان كفار قوم صالح قد سعقوا جميعا صعقة واحدة هلكوا جميعا قبل أن يدركوا ما حدث أما الذين آمنوا بسيدنا صالح فكانوا قد غادروا المكان مع نبيهم ونجوا وهلك الذين عبدوا غير الله إبراهيم عليه السلام في الأزمن القديمة قبل أن يعبد الناس الذهب والمصالح الخاصة كانوا يعبدون الأصنام والملوك ومشكلة الإنسان أنه جاء إلى الأرض خليفة فيها وسيدا عليها وعقله هو الأداة التي يتحكم بها في الدنيا وهي الوسيلة للسيطرة على الحياة وعندما يعبد الناس غير الله يكون هذا معناه أنهم أطفأوا بأيديهم نور العقول وأفسدوا الحياة وعندما يحدث هذا تزيد كمية الألم في العالم وتصبح الحياة على الأرض جحيما من الظلم والقسوة ويتألم الأطفال ولو أن الله لم يرسل الأنبياء إلى الناس لكان هذا عدلا منه فأن الفطرة السليمة تهدي الإنسان إلى ربه غير أنه يرسل الأنبياء رحمة منه وتكرما وفضلا ويختلف أنبياء الله في الأسماء والصفات والمعجزات وما يقع لهم من الحوادث غير أنهم يتفقون جميعا على شيء واحد أنهم يبعثون رحمة للناس ولقد كان سيدنا إبراهيم رحمة حقيقية أهداها الله سبحانه وتعالى إلى الناس قيل إن أباه مات وهو طفل فربه عمه وكان له بمثابة الأب وكان يدعوه بلفظ الأبوة وكان هذا الأب أعظم نحات يصنع تماثيل الآلهة ومهنة الأب تصنع للأسرة كلها مركزا ممتازة والناس جميعا يحترمون هذا الشيخ الذي ينحط لهم التماثيل من الحجارة أو يصنعها من الخشب في هذه الأسرة الغريبة عاش إبراهيم طفولته كان عقله مضيئا من طفولته أضاء الله قلبه وعقله من طفولته بالحنان والرحمة والحكمة والحب وأدرك إبراهيم وهو طفل أن أباه يصنع تماثيل غريبة وسأله يوما عما يصنع فأخبره أنها تماثيل الآلهة ودهش إبراهيم وأحس داخل عقله بالرفض كان يلعب وهو طفل بهذه التماثيل ويمططي ظهرها مثلما يمططي الناس ظهور الحمير والخيل وشاهده أبوه يوما يركب ظهر تمثال مردوخ وغضب الأب وأمر ابنه أن لا يلعب بهذا التمثال مرة ثانية سأل إبراهيم أي تمثال هذا يا أبي إن أذنيه كبيرتان أكبر من آذاننا قال أبوه إنه مردوخ رب الأرباب يا ولدي وهاتان الأذنان الكبيرتان ترمزان إلى فهمه العميق وكاد إبراهيم يضحك إن للحمار إذنين كبيرتين مثل أذني مردوخ فكيف يعبد الناس تمثالا له أذنان في طول آذان الحمير ومرت الأيام وكبر إبراهيم وأدرك حين كبر أن داخل قلبه كراهية صادقة لهذه التماثيل التي يصنعها والده لم يكن يفهم كيف يمكن الإنسان عاقل أن يصنع بيده تمثالا ثم يسجد بعد ذلك لما صنع بيديه لاحظ إبراهيم أن هذه التماثيل لا تشرب ولا تأكل ولا تتكلم ولا تستطيع أن تعتدل لو قلبها أحد على جنبها كيف يتصور الناس أن هذه التماثيل تضر وتنفع عذبت هذه الفكرة إبراهيم طويلة أيمكن أن يكون كل قومه على خطأ وهو وحده على الحق أليس هذا شيئا مدهشة كان لقوم إبراهيم معبد كبير يمتلئ بالتماثيل وكان بوسط المعبد محراب توضع فيه تماثيل أكبر الآلهة وكانت الآلهة أنواعا وأصنافا وأشكالا وكان إبراهيم يزور المعبد مع والده وهو طفل كان يحس باحتقار عظيم لكل هذه الأخشاب والحجارة الأمر المدهش هو الناس قومه كانوا إذا دخلوا المعبد خفضوا رؤوسهم وحنوا ظهورهم وبدأوا يبكون ويتوسدون ويسألونها أشياء كأنها تسمع أو تفهم في البداية كان هذا المشهد يبدو مضحكا لإبراهيم ثم بدأ إبراهيم يحس بالغضب أليس شيئا عجيبا أن يكون كل هؤلاء الناس مخدوعين وزاد المشكلة أن والد إبراهيم كان يريد أن يكون إبراهيم كاهنا حين يكبر ولم يكن والد إبراهيم يريد من ابنه شيئا أكثر من أن يحترم هذه التماثيل غير أن إبراهيم كان لا ينقضع عن التصريح باحتقاره وكراهيته لها وذات يوم دخل إبراهيم المعبد مع أبيه وبدأت الاحتفالات بالتماثيل ووسط الاحتفال راح كبير الكهنة يوجه الحديث إلى تمثال كبير الآلهة وكان الكاهن يتحدث بصوت عميق مؤثر ويسأل التمثال أن يرحم قومه ويرزقهم وخرج صوت إبراهيم في سكون المعبد وهو يخاطب كبير الكهنة إنه لا يسمعك يا سيد الكاهن ألم تلاحظ أنه لا يسمع والتفت الناس لهذا الصبي فوجدوه إبراهيم أحس كبير الكهنة بالإحراج والغضب واعتذر الأب مدعيا أن ابنه مريض ولا يعرف ما يقول وخرج الاثنان من المعبد صاحب الوالد إبراهيم إلى فراشه أرقده فيه وتركه ومضى اطمأن إبراهيم إلى نوم الناس جميعا فنهض من فراشه لم يكن مريضا كان يحس أنه مقبل على اكتشاف عظيم يستحيل أن يكون الله هو هذه اللعب الخشبية أو التماثيل الحجرية التي يصنعها قومه خرج إبراهيم من بيته إلى الجبل سار وحده في الظلام ثم اختار كهفا في الجبل وأسنى ظهره للحجارة وجلس وعيناه على السماء شاهد كوكبا مضيئا في السماء قال لنفسه أيمكن أن يكون هذا الكوكب إلهة وظل إبراهيم يتأمله حتى غاب الكوكب قال إبراهيم لنفسه لقد أفل الكوكب غاب وأنا لا أحب الآفلين يستحيل أن يظهر الإله ويغيب ليس هذا إلهة وظهر القمر بزغ من السحاب فأضاء الأرض والجبال والقرية قال إبراهيم لنفسه أيمكن أن يكون القمر إلهة وظل يتأمل القمر حتى غاب وأدرك إبراهيم أنه من المستحيل أن يكون القمر إلها إنه يغيب هو الآخر والله الحق لا يغيب أبدا وجاء الصباح فبزغت الشمس وهو في مكانه قال لنفسه هذه الشمس أكبر من القمر والكواكب والنجوم التي رأيتها أمس أيمكن أن تكون الشمس ربه وظل ينتظر حتى جاء الظهر والعصر والمغرب وغربت الشمس كما غرب القمر وكما غربت سائر النجوم والكواكب وأدرك أنه سيضل إذا لم يهده الله وتطلع إبراهيم وهو في مكانه إلى ما وراء القمر والنجوم والكواكب تطلع إلى خالق القمر والنجوم والكواكب وأحس أنه بريء مما يعبد قومه أحس أن نورا عظيما يتسلل إلى قلبه ويضيئه وتجلت عليه رحمة الله وناداه الخالق يا إبراهيم قال إبراهيم لبيك يا رب قال الله أسلم قال إبراهيم وهو يخر ساجدا باكي على التراب أسلمت لرب العالمين وامتلأ قلبه بالراحة والسلام والجلال وظل إبراهيم ساجدا لرب العالمين حتى انتصف الليل فعاد إلى بيته انتهى الأمر وهداه ربه إليه وبدأت صفحة جديدة من حياة إبراهيم خرج إبراهيم على قومه بدعوته قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال إبراهيم بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فضرهن وأنا على ذلك من الشاهدين انتهى الأمر وبدأ الصراع بين إبراهيم وقومه كان أشدهم ذهولا وغضبا هو عمه الذي رباه كأب اشتبك الأب في الصراع فصلت بينهما المبادئ فاختلف الإبن يقف مع الله والأب يقف مع الباطل قال الأب لابنه مصيبتي فيك كبير يا إبراهيم لقد خذلتني وأسأت إليه قال إبراهيم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي انتفض الأب واقفا وهو يرتعش من الغضب قال لإبراهيم وهو ثائر أنت تكفر بآلهتي يا إبراهيم إذا لم تتوقف عن دعوتك هذه فسوف أرجمك سأقتلك دربا بالحجارة هذا جزاء من يقف ضد الآلهة أخرج من بيتي لا أريد أن أراك أخرج وعلى الرغم من أنه طرد إبراهيم وأساء إليه فقد كان إبراهيم ابنا بارا ونبيا عظيما خاطب والده بأدب الأبناء وأدب الأنبياء قال لأبيه ردا على الإهانات والتجريح والطرد سلام عليك سأستغفر لك ربي وخرج إبراهيم من بيت أبيه حجر قومه وما يعبدون من دون الله وقرر في نفسه أمر كان يعرف أن هناك احتفالا عظيما يقام على الضفة الأخرى من النهر وينصرف الناس جميعا إليه وانتظر حتى جاء الاحتفال وخلت المدينة التي يعيش فيها الناس وخرج إبراهيم حذرا وهو يقصد بخطاه المعبد كانت الشوارع المؤدية إلى المعبد خالية وكان المعبد نفسه مهجورة انتقل كل الناس إلى الاحتفال دخل إبراهيم المعبد ومعه فأس حادة نظر إلى تماثيل الآلهة المنحوطة من الصخر والخشب نظر إلى الطعام الذي وضعه الناس أمامهم كنذور وهدايا اقترب إبراهيم من تمثال لأحد الآلهة وسأله لقد برد الطعام أمامك لماذا لا تأكل وظل التمثال صامتا جامدا وسأل إبراهيم عددا من التماثيل حوله ألا تأكلون كان يسخر منها ويعرف أنها لا تأكل وعاد يسأل التماثيل ما لكم لا تنطقون ورفع يده بالفأس وبدأ يحطم الآلهة الكاذبة التي يعبدها الناس حطم الأصنام جميعا وترك تمثالا واحدا علق في رقبته الفأس وانصرف إلى بيته بعد أن بر بقسمه وكان قد أقسم أن يطلع قومه بالدليل العلمي على غبائهم في عبادة غير الله وانتهى الاحتفال في الضفة الأخرى وعاد الناس لم يكد أول واحد يدخل المعبد حتى صرخ وتجمع الناس على صرخته فاكتشفوا أن الآلهة جميعها قد تحطمت ما عدا واحد وبدأوا يفكرون في من يكون عساه مرتكب هذه الفعلة وقفزت إلى عقولهم صورة إبراهيم وهو يحدثهم ويدعوهم إلى الله سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أحضروا إبراهيم على الفور وسألوه هكذا قال الحاكم وجاء إبراهيم وسألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ابتسم إبراهيم وقال وهو يشير إلى كبير الآلهة الذي علق الفأس في رقبته بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال الكهنة نسأل من قال إبراهيم اسألوا آلهتكم قال المحقق أنت تعرف أن الآلهة لا تنطق قال إبراهيم كيف تعبدون شيئا لا ينطق ولا ينفع ولا يضر ألا تفكرون قليلا أين ذهبت عقولكم لقد تحطمت آلهتكم وكبير الآلهة واقف ينظر لم تستطع هذه الآلهة أن تدفع عن نفسها الأتى فكيف تحضر لكم الخير ألا تفكرون قليلا لقد علقت الفأس في عنق كبير الآلهة فلم يقل لماذا فعلت ما فعلت إنه لا ينطق ولا يسمع ولا يرى ولا يضر ولا ينفع فكيف يعبد الإنسان حجره أين ذهبت عقولكم وثار المحققون وهاج الناس وقالوا احرقوه وانصروا الآلهة وهكذا صدر الحكم بالحرق على إبراهيم وألقي القبض عليه بدأ الاستعداد لإحراق إبراهيم انتشر النبأ في المملكة كلها جاء الناس من القرى والجبال والمدن ليشهدوا عقاب الذي تجرى على الآلهة وحطمها واعترف بذلك وسخر من الكهنة حفروا حفرة عظيمة ملأوها بالحطب والخشب والأشجار وأشعلوا فيها النار وأحضروا المنجنيق وهو آلة جبارة ليقذف إبراهيم بها فيسقط في حفرة النار ووضعوا إبراهيم بعد أن قيدوا يديه وقدميه في المنجنيق واشتعلت النار في الحفرة وتصاعد اللهب إلى السماء وكان الناس يقفون بعيدا عن الحفرة من فرط الحرارة اللاهبة وأصدر كبير الكهنة أمره بإطلاق إبراهيم في النار جاء جبريل عليه السلام ووقف عند رأس إبراهيم وسائده يا إبراهيم أي شيء تريد؟ قال إبراهيم لا أريد غير رضا الله وحده وأطلق المنجنيق وسقط إبراهيم في حفرة النار أصدر الله تعالى أمرا إلى النار قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأطاعت النار كانت بردا وسلاما على إبراهيم أحرقت قيوده فقط وجلس إبراهيم وسط النار كأنه يجلس وسط حقيقة جميلة كان يسبح بحمد الله حسبي الله ونعم الوكيل لم يكن خائفا من البداية تصاعدت صيحات الناس حين اختفى إبراهيم وسط النار حتى انطفأت وقبل أن ينصرف فوجئوا بإبراهيم يخرج من الحفرة سليما كما دخل وجهه يتلألؤ بالنور والجلال فيابه كما هي لم تحترق ليس عليه أي أثر للدخان أو الحريق خرج إبراهيم من النار كما لو كان يخرج من حديقة جميلة وتصاعدت صيحات الدهشة خرج إبراهيم من النار سليما لم تمسسه بسوء خرج راضيا يبتسم وانتشر خبر معجزته في الجبال والصحراء والمدن والقرى وأقبل الناس من كل موضع يتساءلون عن المعجزة كانوا جميعا يقولون إن إله إبراهيم هو الذي نجه من الهلاك وأحس ملك البلاد أن عرشه مهدد كان الملك يدعي أنه إله واستمع الملك لخبر معجزة إبراهيم أمر الملك بإحضار إبراهيم إليه وذهب إبراهيم للملك قال الملك لإبراهيم سمعت أنك تدعو لإله جديد قال إبراهيم أهناك إله جديد وإله قديم ليس هناك غير إله واحد هو الله قال الملك ما الذي يستطيع ربك أن يفعله ولا أفعله أنا كان الملك مصابا بكبرياء الملك ومرض الغرور وكان استسلام الناس له يزيد من إحساسه بالكبرياء والغرور استمع إبراهيم إلى الملك وأدرك كل شيء وقال إبراهيم بهدوء رب الذي يحيي ويميت قال الملك أنا أحيي وأميت لم يتساءل إبراهيم كيف يحيي الملك ويميت كان يعرف أنه كاذب عاد الملك يقول أستطيع أن أحضر رجلا يسير في الشارع وأقتله وأستطيع أن أعفو عن محكوم عليه بالإعدام وأنجيه من الموت وبذلك أكون قادرا على الحياة والموت ابتزم إبراهيم لسذاجة ما يقول الملك وأحس بالحزن في نفسه غير أنه أراد أن يثبت للملك أنه يتوهم في نفسه القدرة وهو في الحقيقة ليس قادر قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب استمع الملك إلى تحدي إبراهيم صامتا فلما انتهى كلام النبي بهت الملك أحس بالعجز لم يستطع أن يجيب لقد أثبت له إبراهيم أنه كاذب قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فهل يستطيع هو أن يأتي بها من المغرب إن للكون نظما وقوانين يمشي طبقا لها قوانين خلقها الله ولا يستطيع أي مخلوق أن يتحكم فيها ولو كان الملك صادقا في الدعائه الألوهية فليغير نظام الكون وقوانينه ساعتها أحس الملك بالعجز وأخرسه التحدي ولم يعرف ماذا يقول ولا كيف يتصرف انصرف إبراهيم من قصر الملك وتركه غريقا في عرق الخجل انطلقت شهرة إبراهيم في المملكة كلها تحدث الناس عن معجزاته ونجاته من النار وتحدث الناس عن موقفه من الملك وكيف أخرس الملك فلم يعرف ماذا يقول واستمر إبراهيم في دعوته لله تعالى بدل جهده ليهدي قومه حاول إقناعهم بكل الوسائل وبرغم حبه لهم وحرصه عليهم فقد غضب قومه وهجروه ولم يؤمن به من قومه سوى امرأة واحدة ورجل واحد امرأة تسمى سارة وقد صارت فيما بعد زوجته ورجل هو لوط وقد صار نبيا فيما بعد وحين أدرك إبراهيم أن أحدا لن يؤمن بدعوته قرر الهجرة قبل أن يهاجر دعا والده للإيمان ثم تبين لإبراهيم أن والده عدو لله وأنه لا ينوي الإيمان فتبرأ منه وقطع علاقته به للمرة الثانية في قصص الأنبياء نصادف هذه المفاجأة في قصة نوح كان الأب نبيا والابن كافرة وفي قصة إبراهيم كان الأب كافرا والابن نبيا وفي القصتين نرى المؤمن يعلن براءته من عدو الله برغم كونه ابنه أو والده وكأن الله يفهمنا من خلال القصة أن العلاقة الوحيدة التي ينبغي أن تقوم عليها الروابط بين الناس هي علاقة الإيمان لا علاقة الميلاد أو الدم خرج إبراهيم عليه السلام من بلده وبدأت هجرته سافر إلى مدينة تدعى أور ومدينة تسمى حاران ثم رحل إلى فلسطين ومعه زوجته المرأة الوحيدة التي آمنت به وصاحب معه لوطة الرجل الوحيد الذي آمن به بعد فلسطين ذهب إبراهيم إلى مصر وطوال الوقت وخلال هذه الرحلات كلها كان يدعو الناس إلى عبادة الله ويحارب في سبيله ويخدم الضعفاء والفقراء ويعدل بين الناس ويهديهم إلى الحقيقة والحق وكان زوجته سارة لا تلد وكان ملك مصر قد أعطاها سيدة مصرية لتكون في خدمتها وكان إبراهيم قد صار عجوزة وبيض شعره خلال عمر أبيض أنفقه في الدعوة إلى الله وفكرت سارة في أنها وإبراهيم وحيدان وهي لا تنجب أولادها ماذا لو قدمت السيدة المصرية لتكون زوجة لزوجها وكان اسم المصرية هاجر وهكذا زوجت سارة سيدنا إبراهيم من هاجر وولدت هاجر ابنها الأول فأطلق والده عليه اسم إسماعيل وبسبب تضحية سارة وحبها لزوجها وإيمانها بالله وكثرة دعائها وصلاتها كفاءها الله بأن ولدت هي الأخرى لسيدنا إبراهيم ابنا سمته إسحاق برغم أنها كانت عجوزا مثل زوجها عليه السلام وطوال هذا الوقت كان إبراهيم عليه السلام ينشر دعوته ويتقرب إلى الله ويتعبد حتى قال الله سبحانه عنه واتخذ الله إبراهيم خليلا والخليل هو أقرب أقرب الأحباء وأكثرهم حبا وكان إبراهيم يسأل الله أشياء فيجيبه الله إليها حبا فيه كان إبراهيم يعرف أن الإنسان لا يضيع بموته إنما يعود إلى الحياة يوم القيامة مرة أخرى ويواجه حسابه وثوابه وأراد إبراهيم أن يرى كيف يحيي الله الموتة وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتة سأل الله نبيه أولم تؤمن بعد قال إنه مؤمن وإنما يريد أن يرى هذه المعجزة ليطمئن قلبه ويزداد إيمانه وأمره الله تعالى أن يأخذ أربع من الطير فيقتلها ويفرق أجزاءها على الجبال ثم يدعوها إليه فيجد أنها تعود إليه حية مثل ما كانت وكأنها لم تذبح ولم تفرق على الجبال وفعل إبراهيم ما أمره الله وشاهد الطيور التي كانت مذبوحة منذ ساعة واحدة وهي تعود إلى الحياة وتسرع لترمي بنفسها في أحضانه استيقظ إبراهيم يوما فأمر زوجته هاجر أن تحمل ابنها وتستعد لرحلة طويلة وبعد أيام بدأت رحلة إبراهيم مع زوجته هاجر ومعها ابنهما إسماعيل وكان طفلا مولودا وظل إبراهيم يسير وسط أرض مزروعة تأتي بعدها صحراء تجيء بعدها جبال حتى دخل إلى صحراء الجزيرة العربية وقصد إبراهيم واديا ليس فيه زرع ولا ثمر ولا شجر ولا طعام ولا مياه ولا شراب كان الوادي يخلو تماما من علامات الحياة وصل إبراهيم إلى الوادي وهبط من فوق ظهر دبته وأنزل زوجته وابنه وتركهما هناك ترك معهما جرابا فيه بعض الطعام وقليلا من الماء لا يكاد يكفي يومين ثم استدار وتركهما وانصرف أسرعت خلفه زوجته وهي تقول له يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه شيء لم يرد عليها سيدنا إبراهيم ظل يسير عادت تقول له ما قالته وهو صامت أخيرا فهمت أنه لا يتصرف هكذا من نفسه أدركت أن الله أمره بذلك وسألت هل الله أمرك بهذا قال إبراهيم عليه السلام نعم قال زوجته المؤمنة العظيمة لن نضيع ما دام الله معنا وهو الذي أمرك بهذا وسار إبراهيم حتى إذا أخفاه جبل عنهما وقف ورفع يديه الكريمتين إلى السماء وراح يدعو الله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم لم يكن بيت الله قد بني بعد لم تكن الكعبة قد بنيت وكانت هناك حكمة عليا في هذه التصرفات الغامضة فقد كان إسماعيل الطفل الذي ترك مع أمه في هذا المكان هو الذي سيصير مسؤولا مع والده عن بناء الكعبة فيما بعد وكانت حكمة الله تختضي بأن يمتد العمران إلى هذا الوادي وأن يقام فيه بيت الله الذي نتجه جميعا إليه بوجوهنا أثناء الصلاة ترك إبراهيم زوجته وابنه الرضيع في الصحراء وعاد راجعا إلى كفاحه في دعوة الله أرضعت أم إسماعيل ابنها وأحست بالعطش كانت الشمس ملتهبة وساخنة وتثير الإحساس بالعطش كان الطعام قد انتهى هو الآخر وبدى الموقف صعبا وحرجا للغاية بدأ إسماعيل يبكي من العطش تركته أمه وانطلقت تبحث عن ماء راحت تمشي حتى وصلت إلى جبل اسمه الصفة فصعدت إليه ووضعت يدها فوق جبينها لتحمي عينيها من الشمس وضيقت عينيها وراحت تبحث بها عن بئر أو إنسان أو قافلة أو حس أو خبر لم يكن هناك شيء ونزلت مسرعة من الصفة حتى إذا وصلت إلى الوادي راحت تسعى سعي الإنسان المجهد حتى جاوزت الوادي ووصلت إلى جبل المروة فصعدت عليه ونظرت لترى أحدا لكنها لم ترى أحد وعادت الأم إلى طفلها فوجدته يبكي وقد اشتد عطشه وأسرعت إلى الصفة فوقفت عليه وهرولت إلى المروة فنظرت من فوقه وراحت تذهب وتجيء سبع مرات بين الجبلين الصغيرين سبع مرات وهي تذهب وتعود ولهذا يذهب الحجاج سبع مرات ويعودون بين الصفة والمروة إحياء لذكريات أمهم الأولى ونبيهم العظيم إسماعيل عادت هاجر بعد المرة السابعة وهي مجهدة متعبة تلهث وجلست بجوار ابنها الذي كان صوته قد بح من البكاء والعطش وفي هذه اللحظة البائسة أدركتها رحمة الله وضرب إسماعيل بقدمه الأرض وهو يبكي فانفجرت تحت قدمه بئر زمزم وفار الماء من البئر أنقذت حياة الطفل والأم راحت الأم تغرف الماء بيدها وهي تشكر الله وشربت وسقت طفلها وبدأت الحياة تدب في المنطقة صدق ظنها حين قالت لن نضيع ما دام الله معنا وبدأت بعض القوافل تستقر في المنطقة وجذب الماء الناس وبدأ العمران يبسط أجنحته على المكان وكبر إسماعيل قليلا وزاره أبوه إبرا على مخاطب المخلوق الذي رطر وكان عليه أن يزرع ولهذا يذهب الحجاج سبع مرات ويعودون بين الصفة والمروى إحياء لذكريات أمهم الأولى ونبيهم العظيم إسماعيل عادت هاجر بعد المرة السابعة وهي مجهدة متعبة تلهث وجلست بجوار ابنها الذي كان صوته قد بح من البكاء والعطش وفي هذه اللحظة البائسة أدركتها رحمة الله وضرب إسماعيل بقدمه الأرض وهو يبكي فانفجرت تحت قدمه بئر زمزم وفار الماء من البئر أنقذت حياة الطفل والأم راحت الأم تغرف الماء بيدها وهي تشكر الله وشربت وسقت طفلها وبدأت الحياة تدب في المنطقة صدق ظنها حين قالت لن نضيع ما دام الله معنا وبدأت بعض القوافل تستقر في المنطقة وجذب الماء الناس وبدأ العمران يبسط أجنحته على المكان وكبر إسماعيل قليلا وزاره أبوه إبراهيم عليه السلام وكان الله يهيئ إسماعيل للنبوة ويربيه ويؤدبه بأدب الأنبياء وكان إبراهيم يحب ولده حبا عظيما لا مثيل له وأراد الله أن يمتحنه امتحانا عظيما فأوحى إليه رؤيا في المنام رأى نفسه يذبح إسماعيل ورؤيا الأنبياء حق بمعنى أنها أمر من الله عليهم تنفيذه وقال إبراهيم لإسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وقال الإبن الكريم يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وهكذا أطاع الإبن والده وأطاع الأب خالقه وسار معا ليجتازا امتحانهما العظيم وصل إلى المكان الذي سيذبح فيه الأب ولده وأرقد إبراهيم إسماعيل على الأرض واستل سكينه ورفعها في الهواء وقبل أن ينزل بها على رقبة الإبن أمره الله أن يتوقف وفد ابنه بذبح عظيم فداه بكبش عظيم وتحول حزن الأب والابن إلى فرح رضي الله عنهما وصلى عليهما ورحمهما وأكرمهما وجعل هذا اليوم الذي أطاع فيه الأب ربه عيدا يحتفل به المسلمون في الأرض ويذبحون فيه أضاح العيد ويذكرون فيه قصة نبيين كان كل واحد منهما مثلا أعلى في الكمال الإنساني وحب الله وطاعة أمره حتى ذلك الوقت لم يكن للناس في الأرض معبد عظيم كانت هناك معابد متفرقة لعبادة الأصنام وكانت هذه المعابد عظيمة البناء خالية من المعنى وكان إبراهيم يفكر في بناء بيت الله على الأرض بيت يعبد فيه الناس ربهم وحده بيت من يدخله يدخل منطقة السلام والأمان وأصدر الله تعالى أمره إلى إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا الكعبة لتكون بيتا لله في الأرض على امتداد العصور والدهور وبدأ إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في تنفيذ أمر الخالق بدأ بناء الكعبة قطعا الأحجار من الجبال القريبة والبعيدة وحفراء الأرض إلى عمق بعيد وألقيا الأساس ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر راحت الجدران ترتفع وتعلو وكان هذا أول بيت وضع للناس وكان ويظل وسيظل أشرف مكان في الأرض وأراد إبراهيم أن يجعل علامة في الكعبة يبدأ منها الحجاج والمعتمرون طوافهم فبحث عن حجر يختلف لونه عن لون الكعبة وأحضر له الملائكة الحجر الأسود فقبله إبراهيم ووضعه في مكانه من البيت وانتهى بناء البيت بيت الله الحرام وشرف الله بيته الحرام فأمر الناس بالحج إليه وأمرهم بالطواف حوله وأن يستغفروا فيه خالقهم وجعل الله الصلاة في المسجد الحرام أعظم من مئة ألف صلاة في أي مسجد آخر وكان إبراهيم وإسماعيل يدعوان الله وهم يبنيان الكعبة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة واستجاب الله دعاءهما وكان إبراهيم أول من سمان المسلمين يوسف عليه السلام كان أجمل طفلا فوق الأرض جميلا كان في وجهه وفي طباعه وأخلاقه وطاعته وكان عدد إخوته أحد عشر وهم جميعا من الذكور أبوه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام سمه أبوه يوسف وأحبه أكثر مما يحب إخوته لجمال أخلاقه وحقد عليه إخوته لمنزلته عند أبيه وجلس إخوته يتآمرون عليه ويدبرون له الشر وحين انتهى حديث الأخوة كان الاتفاق قد تم على التخلص من يوسف كان يوسف ساعتها نائما يحلم رأى في المنام أحد عشر كوكبا يسجدون له رأى القمر يسجد له كما رأى الشمس تسجد له واستيقظ يوسف وحدث والده بما رأى في نومه وقال يعقوب لابنه لا تحدث أحدا من إخوتك بما رأيت حتى لا يزيد حقدهم عليك وتزيد غيرتهم اختمرت المؤامرة وسط إخوة يوسف قرروا التخلص منه وذهبوا إلى أبيهم وقالوا له لماذا لا تأمنى على يوسف لماذا لا تتركه معنا حين نخرج للصيد هناك يستطيع أن يلعب ويرتع وسنحافظ عليه أرسله معنا غدا قال يعقوب وهو يحس أنهم يدبرون شيئا يحزنه إعادة إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وتصايح أبناؤه أهذا معقول نحن أحد عشر رجلا وتخاف أن يأكله الذئب من بيننا سنحرسه جيدا ونرعاه ونهتم به فلا تقلق وسمح لهم الأب نتيجة إلحاح بأن يأخذوا يوسف أخذوه وبدأت الرحلة وتم اتفاقهم على أن يرموه في بئر وحملوا يوسف وهو طفل وألقوه في البئر ولطخوا قميص يوسف بدم أحد الخراف التي ذبحوها ودخلوا على أبيهم وهم يبكون ويدعون الحزن سأل يعقوب أين يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نتسابق يعني كعادتنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب نعرف أنك لن تصدقنا حتى لو كنا صادقين ولكن نقول لك حقيقة ما حدث وأمسك يعقوب بقميص يوسف فلاحظ أن القميص ملطخ بالدم ولكنه سليم قال لأبنائه ما أغرب هذا الذئب الذي أكل يوسف بغير أن يمزق قميصه أعرف أنكم قد دبرتم شيئا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون جلس يوسف في البئر ثم وصلت قافلة إلى مكانه وأرسلت القافلة بعض الرجال لإحضار المياه من البئر وهبط الدلو إلى البئر فتعلق به يوسف تصور من في القافلة أن الدلو امتلأ بالمياه لأنه أصبح ثقيل فانتشلوه فخرج يوسف قال من في القافلة ما أجمل هذا الغلام أخذوه معهم وفي نيتهم أن يبيعوه في مصر وصلت القافلة إلى مصر وبيع يوسف لرئيس الشرطة لم يكن أحد من الناس يستطيع أن ينظر إلى يوسف بغير أن يحس بالدهشة كان جماله من نوع غير عادي لم يكن جمال وجهه هو السر في حب الناس له فقط كان طباعه أجمل من وجهه وكان قلبه أجمل من طباعه وأحبه الذي اشتراه من مصر وقال لزوجته أكرمي هذا الغلام فسوف نربيه بيننا كابن لنا وربما لفعنا عندما يكبر وعاش يوسف في بيت سيده الجديد فترة لم تكد أعوام تمضي حتى أدرك سيده أن الله قد أكرمه بإرسال يوسف إليه اكتشف أن يوسف أكثر من رأى في حياته أمانة واستقامة وشهامة وكرمة كان يوسف مسؤولا فجعله رئيس الشرطة مسؤولا عن بيته وأكرمه وعامله كابنه وكبر يوسف وبدأت مأساته أو محنته صار يوسف شابا يافعا وكان وجهه يحمل من الجمال طاقة عظيمة كان نقاء قلبه وعظمة أخلاقه ينعكسان على وجهه فيبدو كما لو كان يشع بالنور وأحبته زوجة رئيس الشرطة فبدأ يهرب منها ويتجنبها وأوقعت بينه وبين زوجها فأدخله السجن دخل بتهمة باطلة دخل دون أن يرتكب ذنبا أو يسيع إلى أحد كان مظلوما ولكنه صبر وانتهز يوسف فترة وجوده في السجن ليقوم بالدعوة إلى الله كان يحدث الناس عن رحمة الخالق وعظمته وحبه لمخلوقاته كان يسأل الناس أيهما أفضل أن ينهزم العقل ويعبد أربابا متفرقين وأصناما لا حول لهم ولا قوة أم أن ينتصر العقل ويعبد رب الكون الخالق العظيم ودخل معه السجن فتيان أحدهما رئيس الخبازين عند الملك والثاني رئيس السقات الذي يتناول منه الملك كؤوس الخمر ليشربها وشاهد الخباز حلما رأى نفسه فيه وقد وقف في مكان والطير تأكل من رأسه وشاهد الساقي حلما رأى نفسه فيه يسقي الملك خمرة وذهب الاثنان إلى يوسف وحدثه كل واحد عن حلمه وطلب تفسير ما رأاه انتهز يوسف الفرصة وراح يدعو لله ثم حدث الخباز أنه سيصلب ويموت أما الساقي فسوف يخرج من السجن ويعود إلى الملك وقال للساقي إذا ذهبت إلى الملك فاذكرني عنده قل له أن هناك سجينا مظلوما اسمه يوسف ووقع ما تنبأ به يوسف تماما قتل الخباز وعفي عن الساقي وعاد إلى القصر غير أنه نسي أن يحدث الملك عن يوسف أنساه الشيطان أن يذكر يوسف ومكث يوسف في السجن سنوات آوى الملك إلى فراشه متأخرا كعادته واستيقظ في الصباح مبكرا على غير عادته كان وجهه أصفر كان قد رأى في المنام حلما لم يفهم تفسيره رأى سبع بقرات سمان وقد وقفنا على شاطئ النيل وفجأة خرجنا سبع بقرات عجاف وأكن البقرات السبع السمان كان الملك منزعجا من حلمه وأرسل إلى العرافين والكهنة ومفسري الأحلام فلم يعرف أحد منهم تفسير حلمه وقالوا هذه تخاريف وليس لها معنى وفجأة تذكر ساق الملك يوسف وكيف كان يفسر الأحلام في السجن ويعرف كل شيء ويدعو لربه وحدث الملك عنه وأرسل الملك يسأله عن معنى الحلم وقال يوسف لمن جاءه سيأتي على مصر سبع سنوات مخصبة تجود فيها الأرض بالغلات ثم تأتي بعد ذلك سبع سنوات مجدبة تأكل ما سيخزنه المصريون ثم تأتي بعد ذلك أعوام الخصب والرخاء وعلى المصريين أن يقتصدوا طوال السنوات السبع القادمة حتى إذا جاءت سنوات القحط لم تفاجئهم وعاد من أرسله الملك بجواب يوسف وسر الملك سرورا شديدا وأمر بالإفراج عن يوسف وإحضاره إليه ولكن يوسف رفض أن يخرج من السجن إلا إذا ثبتت براءته وحقق الملك بنفسه في الموضوع وثبتت براءة يوسف تماما فخرج من السجن وقابل الملك جلس معه وتحدث إليه فأحس الملك أنه يحتاج إليه كوزير وعينه الملك مسؤولا عن خزائن مصر صار يوسف وزيرا وبدأ بحكمته يدخر الحاصلات لسنوات القحط وكان عليما خبيرا بما علمه الله وهداه ومرت سنوات الخصب وجاءت سنوات القحط وأصابت المجاعة مصر وكل من حولها من البلاد وجاء المصريون إلى الملك فأحالهم إلى يوسف ففتح خزائنه وبدأ يبيع الطعام لهم وأحس أهل فلسطين بالمجاعة وعرفوا أن الطعام بمصر فأرسل يعقوب أولاده لشراء الطعام فلما جاءوا إلى مصر رآهم يوسف فعرفهم ولم يعرفوه هؤلاء هم الذين ألقوا في البئر من سنوات جهز يوسف إخوته بالطعام وأمرهم أن يحضروا أخاه الشقيق الذي لاحظ أنهم لم يحضروه معهم ووضع يوسف في متاعهم الثمن الذي قدموه إليه عادوا إلى أبيهم فأخبروه أن وزير المال في مصر منعهم من الشراء إلا إذا أحضروا أخاهم الصغير معهم تخوف يعقوب وقال لهم كيف آمونكم عليه وقد فرطتم في يوسف من قبله ويبدو أن القحط كان شديد فسمح يعقوب لابنه الصغير بأن يسافر معهم وعاد إخوة يوسف إلى مصر ومعهم الشقيق الصغير ليوسف ودبر يوسف أمرا لهم وهم لا يشعرون كان حنينه لشقيقه عظيمة وأراد أن يستبقيه عنده وبعد أن جهزهم بالبضاعة التي يشترونها وضع كأس الملك الفضية في متاع أخيه الصغير وقبل أن ينصرف إخوة يوسف نادى المنادي أن كأس الملك قد سرقت وصدرت الأوامر أن لا يتحرك أحد وبدأ البحث عنها وقال إخوة يوسف لم نأتي هنا لنسرق نحن جئنا لنشتري طعاما سألهم يوسف ما جزاء من نجد الكاس في متاعه قالوا حاكموه كما تحبون أن تحاكموه كان القانون المصري يقتضي بأن يصير السارق عبدا لمن سرقه وبدأ تفتيش الجمال التي حملت بضاعة إخوة يوسف وانتهت تفتيش فلم يجدوا شيء ثم مد الحارس يده في بضاعة شقيق يوسف الصغير وأخرج الكأس قال يوسف سيبقى شقيقكم عبدا لي قالوا ليوسف نتوسل إليك أن تأخذ أحدنا مكانه إن له أبا شيخا يحبه ولا نعرف ماذا يفعل لو عدنا بدونه قال يوسف لا نأخذ إلا من وجدنا الكأس في متاعه وعد إخوة يوسف إلى يعقوب وهم يبكون قصوا عليه القصة كاملة قالوا له إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا ونحن لا نعرف الغيب واسأل القافلة التي ذهبنا فيها واسأل الذين عادوا تركهم يعقوب وهو يتهمهم بتدبير مؤامرة كالتي دبروها ليوسف وحرك حزنه على ولده الصغير حزنه القديم على يوسف فبكى حتى فقد بصره من البكاء وقال لأبنائه اذهبوا إلى مصر وابحثوا عن أخيكم وابحثوا عن يوسف عاد أبناء يعقوب إلى أخيهم يوسف قالوا له يا أيها الوزير أصابتنا المجاعة وجئنا بثمن قليل ولكننا نطمع في إحسانك ونطمع في أن تطلق صراح أخينا الصغير كي يعود إلى والده وحدثهم يوسف بلغتهم سألهم عما فعلوه بيوسف وأخيه أثناء جهلهم وحقدهم وأدركوا أنهم يقفون أمام يوسف أحسوا بالخوف من انتقامه منهم ولكنه عفى عنهم وأعطاهم قميصه وأمرهم أن يعودوا به إلى أبيه ويلقوه على وجهه فيعود إليه بصره أمرهم أن يحضروا إليه أباه وأمه وعادت القافلة إلى فلسطين وأحس يعقوب أنه يشم رائحة يوسف حدث أهله بأن قلبه يحدثه أن يوسف قادم فاتهموه بالجنون وأنه سيهلك نفسه من الحزن وجاء أبناؤه فألقوا القميص على وجهه فارتد إليه بصره وسافر إلى مصر وفي مصر سجد والده وأمه له سجود تكريم وتحية وسجد إخوته له سجود تكريم وتحية وتحققت رؤيا يوسف وهو طفل حين شاهد الشمس والقمر وأحد عشر كوكما تسجد له وتذكر يوسف قصة حياته المليئة بالمتاعب وتذكر تكريم الله له وإنعامه عليه وسجد يوسف لله موسى عليه السلام مكث يعقوب في مصر حين جاء يزوره يوسف وكان يعقوب نبيا اسمه إسرائيل ولهذا يسمى أبناؤه بني إسرائيل وحين حضرت الوفاة يعقوب جمع أبناؤه وسألهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمين ومات يعقوب مطمئنا وأوصى أن يدفن في فلسطين فدفنوه في فلسطين وفضل أبناؤه أن يعيشوا في مصر في ظل يوسف شدهم إلى الحياة في مصر خيرها الكثير فعاشوا فيها زمنة وتزوجوا وتكاثروا حتى زاد عددهم ومرت سنوات وسنوات ثم مات الآباء والأبناء والأحفاد وجاء أحفاد الأحفاد كان عددهم كبير وكانوا قد نسوا تعاليم يعقوب ولم يعد فيهم من يعبد الله غير قليل وصلت الله عليهم ملكا جبارا عذبهم كثيرا وعاقبهم الله بذنوبهم وكان يمتحنهم في نفس الوقت ذهب الفرعون الطيب الذي كان يعرف أفضل يوسف على مصر وجاء فرعون لا يعرف يوسف ولا فضله على مصر جاء فرعون جبار هو الذي قدر له فيما بعد أن يصطدم بموسى وفي هذه الظروف ولد موسى في أسرة مؤمنة من بني إسرائيل كان فرعون مصر في ذلك الوقت ملكا جبارا وكان المصريين يعبدونه ورأى هذا الملك بني إسرائيل يتكاثرون ثم سمع ذات يوم نبوءة تتصل بهم سمع من الكهنة أن زوال ملكه سيكون على يد مولود لبني إسرائيل وأصدر الفرعون أمره أن لا يلد أحد من بني إسرائيل كان معنى هذا الأمر ببساطة أن يقتل كل من يولد من الأولاد الذكور في هذا الجو العاصف الملبد ولد موسى عليه السلام حمل ميلاده خوفا عظيما لأمه خافت عليه من القتل وراحت ترضعه في السر ثم جاءت عليها ليلة مباركة أوحى إليها الله فيها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لم يكد وحي الله ينتهي حتى أطاعت أم موسى هذا النداء الرحيم المقدس أمرت بصنع صندوق صغير لموسى أرضعته ووضعته في الصندوق وذهبت إلى شاطئ النيل وألقته في المياه كان قلب الأم وهو أرحم القلوب في الدنيا يمتلئ بالألم وهي ترمي ابنها في النيل لكنها كانت تعلم أن الله أرحم بموسى منها إن الله يحبه أكثر منها والله هو الذي أمرها بإلقائه في النيل والله هو ربه ورب النيل لم يكد الصندوق يلمس مياه النيل حتى أصدر الخالق أمره إلى الأمواج أن تكون هادئة حانية وهي تحمل هذا الرطيع الذي سيكون نبيا فيما بعد ومثلما أصدر الله تعالى أمره للنار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم كذلك أصدر أمره للنيل أن يحمل موسى بهدوء ورفق حتى يسلمه إلى قصر فرعون وحملت مياه النيل هذا الصندوق العزيز إلى قصر فرعون وهناك أسلمه الموج للشاطئ وأوصى عليه الشاطئ وقالت الرياح للعشب الذي يرقد بجوار الصندوق لا تتحرك كثيرا فإن موسى نائم وأطاع العشب أمر الرياح وظل موسى نائما أشرقت الشمس في ذلك الصباح على قصر فرعون وخرج الزوجة فرعون تتمشى في حديقة القصر كعادتها كل يوم لا تعرف ما الذي جعلها تمشي مسافة أطول مما تمشيه عادة كل يوم في الحديقة كانت زوجة فرعون تختلف كثيرا عن فرعون كان هو كافر وكانت هي مؤمنة كان هو قاسيا وكانت هي رحيمة كان جبارا وكانت رقيقة وطيبة وأيضا كانت حزينة لم تكن تنجب وكانت تتمنى أن يكون عندها ولد تربيه وتحبه وتعتمد عليه وظلت زوجة فرعون تتمشى حتى وصلت إلى الصندوق قالت نفسها ما أغرب هذا الصندوق أي شيء يكون فيه يا ترى أمرت زوجة فرعون خدمها أن يحمل الصندوق فحملوه إليها أمرتهم أن يفتحوه ففتحوه رأت موسى داخله فأحست أنها تحبه كابنها وانهمرت دموعها وحملته من الصندوق وراحت تقبله وهي تبكي استيقظ موسى وبدأ يبكي هو الآخر كان جائعا يحتاج إلى رضعة الصباح فبكى جلس فرعون على مائدة الإفطار ينتظر زوجته فلم تحضر خرج غاضبا يبحث عنها فوجي بها تحمل موسى وهي تغرقه بالقبلات والدموع سأل فرعون من أين جاء هذا الرضيع فحدثوه أنهم وجدوه في صندوق بجوار الشاطئ قال فرعون بغباء آه ههذا أحد أطفال بني إسرائيل أليس من المفروض أن يقتل هذا الطفل صرخت زوجته وهي تضم موسى إلى صدرها أكثر قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا دهش فرعون كثيرا وهو يرى زوجته تضم لصدرها هذا الرضيع الذي وجدوه على الشاطئ دهش أكثر لأن زوجته كانت تبكي من الفرح وهو لم يراها تبكي قبل ذلك من الفرح وأحس فرعون أن زوجته تتمسك بهذا الطفل كما لو كان ابنها وقال في نفسه لعلها تذكرت أنها لا تنجب أطفالا وتريد هذا الطفل وأخيرا وافق فرعون على ما تقول زوجته استجاب لرغبتها وسمح لها أن تربي هذا الطفل في قصره لم يكد فرعون يستجيب لزوجته حتى شاهد وجهها يضيء من الفرح لم يرى فرعون زوجته فرحة قبل ذلك أبدا كان يحضر لها الهدايا والجواهر والعبيد فلا تبتسم ابتسامة واحدة وظن فرعون أنها لا تعرف معنى الابتسامة وها هو ذا يراها الآن وكل وجهها ابتسامة مضيئة واحدة بكى موسى من الجوع فانتبهت زوجة فرعون إلى أنه جائع وقالت لفرعون ابن الصغير جائع قال فرعون أحضر له المرضعات حضرت مرضعة من القصر وأخذت موسى لترضعه فرفض أن يرضع منها أحضر مرضعة ثانية حضرت مرضعة ثانية وثالثة وعاشرة وموسى يبكي ولا يريد أن يرضع وبدأت زوجة فرعون تبكي هي الأخرى بسبب بكائه ولم تكن تعرف ماذا تفعل لم تكن زوجة فرعون هي وحدها الحزينة الباكية كانت أم موسى هي الأخرى حزينة باكية لم تكت ترمي موسى في النيل حتى حست أنها ترمي قلبها هي في النيل غاب الصندوق في مياه النهر واختفت أخباره وجاء الصباح على أم موسى فإذا قلبها فارغ يذوب حزنا على ابنها وكادت تذهب إلى قصر فرعون لتبلغهم نبى ابنها وليكن ما يكون لولا أن الله تعالى ربط على قلبها وملأ بالسلام نفسها فهدأت واستكانت وتركت أمر ابنها لله كل ما في الأمر أنها قالت لأخته اذهبي بهدوء إلى جوار قصر فرعون وحاولي أن تعرفي ماذا حدث لموسى وإياك أن يشعروا بك وذهبت أخت موسى بهدوء ورفق فإذا بها تسمع القصة كاملة رأت موسى من بعيد وسمعت بكاءه ورأتهم حائرين لا يعرفون كيف يرضعونه سمعت أنه يرفض كل المرضعات وقالت أخت موسى لأهل فرعون هل أدلكم على أهل بيت يرضعونه ويكفلونه ويهتمون بأمره ويخدمونه قالت زوجة فرعون لو أحضرت لنا مرضعة يقبل الرضاعة منها فسوف أمنحك جائزة عظيمة أي شيء تطلبينه ستحصلين عليه وعادت أخت موسى وأحضرت أمه وأرضعته أمه فرضع وتهللت زوجة فرعون وقالت خذيه حتى تنتهي فترة رضاعته وأعيديه إلينا بعدها وسنعطيك أجرا عظيما على تربيتك له وهكذا رد الله تعالى موسى لأمه كي تقر عينها ويهدأ قلبها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق وأن كلماته سبحانه تنفذ برغم كل شيء أتمت أم موسى رضاعته وأسلمته لبيت فرعون وبدأت تربية موسى في بيت فرعون وكان هذا البيت يضم أعظم المربين والمدرسين في ذلك الوقت كانت مصر أيامها أعظم دولة على الأرض وكان فرعون أقوى ملك في الأرض ومن الطبيع أن يضم قصره أعظم المدرسين والمثقفين والمربين في الأرض وهكذا شاءت حكمة الله تعالى أن يتربى موسى أعظم تربية وأن يتعهده أعظم المدرسين وأن يتم هذا كله في بيت عدوه الذي سيصطدم به فيما بعد تنفيذا لمشيئة الخالق وكبر موسى في بيت فرعون تعلم الحساب والهندسة والفلك والكيمياء والطبيعة واللغات كان ينام في حصة الدين لهذا لم يكن يسمع الكلام الفارغ الذي يقوله المدرس عن ألوهية فرعون وفي المرات القليلة التي سمع فيها أن فرعون إله كان يسخر في نفسه من هذا الكلام فهو يعيش مع فرعون في بيت واحد ويعرف أكثر من غيره أن فرعون مجرد إنسان ولكنه ظالم كان موسى يعلم أنه ليس ابنا لفرعون إنما هو واحد من بني إسرائيل وكان يرى كيف يضطهد رجال فرعون وأتباعه بني إسرائيل خرج موسى ذات يوم يتمشى في المدينة خرج على حين غفلة من أهلها وسار وجد موسى رجلا من أتباع فرعون وهو يقتتل مع رجل من بني إسرائيل واستغاث به الرجل الضعيف فتدخل موسى وأزاح بيده الرجل الظالم فقتله كان موسى قويا إلى الحد الذي يكفي فيه أن يضرب بيده ضربة واحدة ليقتل ولم يكن موسى يقصد قتل الرجل الآخر وفوجئ به وقد مات قال موسى لنفسه قال هذا من عمد الشيطان إنه عدو مضل مبين ودع موسى ربه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وغفر الله تعالى له إنه هو الغفور الرحيم وأصبح موسى في المدينة خائفا يترقب لم يكن هناك من يعلم أنه قتل نفسا بالأمس وفوجئ موسى بنفس الرجل الذي أنقذه بالأمس وهو يناديه لإنقاذه مرة أخرى وكان الرجل مشتبكا في عراك مع أحد المصريين وتقدم موسى منهما وهو غاضب من الإسرائيلي وخشي الرجل أن يقتله موسى فقال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وتركه موسى وسار وانطلق الفرعوني وأخبر قومه أن موسى هو قاتل الرجل الذي لم يعرف قاتله بالأمس وأمر فرعون بقتل موسى وجاء رجل مصري مؤمن من أقصى المدينة مسرع فقال لموسى يا موسى إن هناك مؤامرة لقتلك أخرج من مصر إني لك من الناصحين وخرج موسى من مصر خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين خرج موسى من مصر على عجل لم يذهب إلى قصر فرعون ولم يغير ملابسه ولم يأخذ طعاما للطريق ولم يعد للسفر عدته لم يكن معه من دواب الأرض دابة تحمله على ظهرها وتوصله لم يكن في قافلة إنما خرج بمجرد أن جاءه الرجل المؤمن وحضره من فرعون ونصحه أن يخرج خرج خائفا وسار في الصحراء متجها إلى مدين أخيرا وصل موسى إلى مدين جلس يرتاح عند بئر عظيمة يسقي الناس منها دوابهم لم يكن له طعام سوى ورق الشجر وكان يشرب من الآبار التي يجدها في الطريق وكان خائفا طوال الوقت أن يرسل فرعون وراءه من يقبض عليه لم يكد موسى يصل إلى مدين حتى ألقى بنفسه تحت شجرة واستراح نال منه الجوع والتعب وسقط نعله بعد أن ذاب من مشقة السفر على الرمال والصخور والتراب لم تكن معه نقود لشراء نعل جديد ولم تكن معه نقود لشراء طعام أو شراب لاحظ موسى أن جماعة من الرعاة يسقون غنمهم وتذكر أنه جائع وعطشان قال لنفسه أملأ بطن من الماء ما دمت لا أملك ثمن الطعام سار موسى إلى مكان الماء وقبل أن يصل وجد مرأتين تكفان غنمهما أن تختلط بغنم القوم أحس موسى بما يشبه الإلهام أن الفتاتين في حاجة إلى المساعدة نسي عطشة وتقدم منهما وسأل هل يستطيع أن يساعدهما في شيء قالت الفتاة الكبرى نحن ننتظر أن ينتهي الرعاة من سقي غنمهم لنسقي سأل موسى ولماذا لا تسقيان قالت الصغرى لا نستطيع أن نزاحم الرجال اندهش موسى لأنهما ترعيان الغنم المفروض أن يرعى الرجال الأغنام هذه مهمة شاقة ومتعبة وتحتاج إلى اليقظة قالت الصغرى أبونا شيخ كبير لا تساعده صحته على الخروج كل يوم للرعي قال موسى سأسقي لكما صار موسى نحو الماء اكتشف أن الرعاة قد وضعوا على فم البئر صخرة ضخمة لا يستطيع أن يحركها غير عشر رجال احتضن موسى الصخرة ورفعها من فم البئر نفرت عروق رقبته ويديه وهو يرفع الصخرة كان موسى قوية سقى لهم الغنم وأعاد الصخرة إلى مكانها وتركهما وعاد يجلس تحت ظل الشجرة وتذكر لحظتها أنه نسي أن يشرب وكان بطنه ملتصقا بظهره من الجوع تذكر الله وناداه في قلبه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وعادت الفتاتان إلى أبيهما الشيخ سأل الأب لماذا عدتم اليوم سريعا على غير العادة قالت الكبرى كان حظنا اليوم عظيما يا أبي تقابلنا مع رجل كريم سقى لنا الغنم قبل أن يسقي الرعاة قال الأبي الحمد لله قالت البنت الصغرى أعتقد يا أبي أنه قادم من سفر بعيد وجائع رأيت وجهه مجهدا برغم قوته قال الأب لابنته اذهبي إليه وقولي له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وطارت البنت تجري لموسى وقلبها يخفق وقفت أمام موسى وأبلغته رسالة أبيها نهض موسى وهو يبتسم إنه لم يسقي لهم الغنم وهو ينتظر منهما أجره إنما ساعدهما لوجه الله غير أنه أحس في داخله أن الله هو الذي يوجه قدميه فنهض سارت البنت أمامه هبت الرياح فضرب ثوبها فخفض موسى بصره حياء وقال لها سأسير أنا أمامك ونبهيني إلى الطريق وصلا إلى الشيخ قدم له الشيخ طعام الغداء وسأله من أين هو قادم وإلى أين هو ذاهب حدثه موسى عن قصته قال له الشيخ لا تخف نجوت من القوم الظالمين هذه البلاد لا تتبع مصر ولن يصل إليك هنا اطمأن موسى ونخض لينصرف قالت ابنة الشيخ الصغيرة لأبيها همسا يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين سألها الأب كيف عرفت أنه القوي قالت رفع وحده صخرة لا يرفعها غير عشرة رجال سألها وكيف عرفت أنه أمين قالت رفض أن يسير خلفي وسار أمامي حتى لا ينظر إلي وأنا أمشي وطوال الوقت الذي كنت أكلمه فيه كان يضع عينيه في الأرض حياء وأدب وعد الشيخ لموسى وقال له أريد يا موسى أن أزوجك إحدى ابنتي على أن تعمل في رعي الغنم عندي ثماني سنوات فإذا أتممت عشر سنوات فمن كرمك لا أريد أن أتعبك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال موسى هذا اتفاق بيني وبينك والله شاهد عن اتفاقنا سواء قضيت ثماني السنوات أو عشر السنوات فأنا حر بعدها في الذهاب تزوج موسى من ابنة الشيخ الصغرة ومكث يرعى الغنم عشر سنوات كاملة كان يخرج فيها كل يوم مع الفجر فيشهد الشمس وهي تشرق ويعود كل يوم مع المغرب فيشهد الشمس وهي تغرب وكانت هذه السنوات العشر فترة عظيمة قضاها موسى يفكر في الله في رحمته ولطفه وعظمته وكرمه ثم جاء يوم الرحيل قال موسى لزوجته غدا نعود إلى مصر لم يكن موسى يعرف السر في عودته إلى مصر منذ عشر سنوات خرج موسى هاربا من مصر فلماذا يعود إليه اليوم؟ هل اشتاق إلى أمه وأخيه؟ هل فكر في زيارة زوجة فرعون التي ربته كأم وأحبته كأم؟ لا أحد يعرف ماذا دار في نفس موسى وهو عائد إلى مصر كل ما نعرفه أنه قرر العودة يوما فعاد لانت الأقدار العليا توجه خطواته لأمر شديد الأهمية عظيم الخطر خرج موسى مع أهله وسار اختفى القمر في ليلة وساد الظلام اشتد البرق والرعد وأمطرت السماء وزاد البرد والظلام وتاه موسى أثناء سيره التقط قطعتين من الظلط وراح يضرب إحداهما بالأهرار يشعل نارا يرا في ضوئها أين يسير لكنه لم يستع كانت الرياح القوية تطفئ الشرارة الضعيفة ووقف موسى حائرا يرتعج من البرد وسط أهله ثم رفع رأسه فشاهدها عن بعد شاهد نارا عطيمة تشتعل عن بعد امتلى قلبه بالفرح فجأة قال لأهله إني رأيت نارا هناك أمرهم أن يجلسوا مكانهم حتى يذهب إلى النار لعله يأتيهم منها بخبر أو يجد أحدا يسأله عن الطريق فيهتدي إليه أو يحضر إليهم بعض أخشابها المشتعلة لتدفئتهم ونظر أهله إلى النار التي يشير إليها موسى فلم يروا شيء أطاعوه وجلسوا ينتظرونه وتحرك موسى نحو النار صار موسى مسرعا ليدفئ نفسه يده اليمنى تمسك عصاه جسده مبلل من المطر ظل يسير حتى وصل إلى وادي يسمونه طوة لاحظ شيئا غريبا في هذا الوادي لم يكن هناك برد ولا رياح ثم تصمت عظيم ساكن واقترب موسى من النار لم يكد يقترب منها حتى نودي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين توقف موسى فجأة وارتعش كان الصوت يجيء من كل مكان نظر موسى في النار وعاد يرتعش وجد شجرة خضراء من الشوك وكلما زاد تأجج النار زادت خضرة الشجرة المفروض أن تتحول الشجرة إلى اللون الأسود وهي تحترق لكن النار تزيد واللون الأخضر يزيد راح موسى يرتعش برغم الدفء والعرق كانت الشجرة في جبل غربي يمينه وكان الوادي الذي يقف فيه هو وادي طوة ووضع موسى يده على عينيه من شدة النور مهابة وخوفا على بصره وتساءل في نفسها هذه نار أم نور ثم ارتجت الأرض بالخشوع والرهبة والله عز وجل ينادي يا موسى رفع موسى رأسه وقال نعم قال الله عز وجل إني أنا الله ازداد ارتعاش موسى وقال نعم يا رب قال الله عز وجل فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى انحنى موسى راكعا وجسده كله ينتفض وخلعنا عليه عاد الحق سبحانه وتعالى يقول وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترده زاد انتفاض جسد موسى وهو يتلقى الوحي الإلهي ويستمع إلى ربه وهو يخاطبه قال الرحمن الرحيم أجاب موسى وصوته يرتعش ازداد الدهشة موسى إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبه والله يعرف أكثر منه أنه يمسك عصاه لماذا يسأله الله إذا إذا كان يعرف أكثر منه لا شك في أن هناك حكمة عليا لذلك أجاب موسى وصوته يرتعش هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مأس